تبقى اي بقى العقبات بقى اللي هي انا بقول لك هو توقع عملي هتظهر عندك اولا وديمهمة جدا اول مشكلة في ده في الرفع المساعي ليه الجميع يعلم ان هيئة المساحة المصرية هي المهيمنة على الخرايط المساحية لمصر كلها والاستمرارات المساحية من سنة الثامنة او عشرين ولا مش عارفة عشرين كلها في الصندوق الاسود بتاع عقارات مصر مويد فين في مكتب المساحة الاستمرارات المساحية واشهادة ميلاد العقارات والتعليات اللي عليها واخدوة التنظيم كل ما قلي النهاردة ما ينفعش اجي في سنة اثنين وعشرين وقل له ارك ان انت حضرتك باستندوق الاسود اللي معاك ده وتعال يا وزارة التخطيط العمراني اعمليلي ابعتيلي مهندس يرفع لي العقار على ارض الواقع بدون مستند هل ده ينفع طيب ازاي العقار له خلفية له استمارة طيب ايه المشكلة اللي بتحصل بقى انك هتلاقي بقى هذه المشكلة او المشكلة بقى هتلاقي الرافع المساحي ده البيانات اللي فيه مختلفة عن اللي في العادة المسجد للأسف ليه لان بتاع المساح اللي بينزل بينزل بناء على استمارة مساحية فيها الكروكي وفيها بيانات العقار من سنة تمانية وعشرين الان كل ده بتنملة اللي اللي بنحرر عن طريق كشف التحديد النهار ده يجيب تخطيط العمراني عمل ايه بقى عمل لي واحد من الهوى يعني من الهوى يعني قال لك يا ماشا العقار ده انت لحد فين لحد هنا يبقى حملة لحد هنا فهتلاقي ان الرافع المساح الرقمي مختلف عن ما ورد بالعادة الكمساكل هنا يحط الشارع القاني فيها في مأزة قوى ليه هتقدم الطلب ومعاه العادة المساكل ومعاه الرافع المساح الرقمى بتاع الشارع السناخ يقول لك تمان عمل ما هو ده مختلف عن ده. طيب عمل ايه? الرقم اللي هنا مختلف عن اللي هنا. والحدود اللي هنا مختلف عن اللي هنا. طيب ان اعمل ايه? طيب انفرد بقى الرفع المساح الرقم ده مسطحه مثلا العكار تسعمائة وعشرين متر. وفي العقد المساكل تسعمائية. الشرقة اعمل ايه? هرفض الطلب. ما فيه عشرين متر هنا زيادة هيدي لك ازاي يعني ادي لك ملكم الهوى? فاول معضلة بصراحة يعني لابد ان يتنبه لايه للقائمون انه لابد من الاستعانة حتى لو هيتعملوا التخطط العمراني بالاستمارات المساحية. يجبوها. همان ايه? همان ايه دلوقتي لما انا هاجه اقدم طلب. واعفد كشف التحديد من الهاجة. اه. انت حاولتك بتقول دلوقتي الكلام ده ما ينفعش. مش هينفع. ازاي? انا بص حضرك. لو بصت على عاد المسجل بتاع الارض دي. ماشي. هتلاقي هتلاقي الاختلاف في حدود وهتلاقي اطوال ليه بقى? لانه ده بينزل بدون مستند. بتاع المساحة معا مستند. معا استمرته. لو طلب مننا انه يخالف سنتي يقولك لا. ليه? هعد حدود الاستمارة.